بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى أهل هجمعين الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد رب شرح لصدري ويسر لأمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي نعود معكم الجديد مع لمسة تربوية جديدة مختصة بالقيم التربوية ألا وهي قيمة الحلم والسيطرة على الغضب في مرحلة الطفولة ترى ما هي أهمية هذه القيمة التربوية الأخلاقية بالحقيقة من أكثر المشاكل اللي يواجهها الآباء والأمهات والمربي عموما هي مشكلة الغضب عند الأطفال وعنادة وتذمر الأطفال لأجل تنفيذ ما يريدون حتى لو كان هذا الطفل ما يريده أمرا لا يتمكن المربي من تنفيذه أو يتبكن من تنفيذه ولكن كان نظارا على طفله فلذا لا يلبي طلب المربي ولكن نشوف هنا تبدي ردة الفعل العنيفة من قبل بعض الأطفال بالصراخ والعويل والبكاء والبعض يقوم بالضرب أو بتحطيم ما يحيط به وقسم منعدهم يأخذون بالتلفظ ببعض الألفاظ النابية وهنا الآباء في العم الأغلب مع الأسف ينقسمون إلى قسمين القسم الأول يتعامل مع تصرفه الغاضب بغضب أكبر منه فيقوم بضربه وإهانة هذا الطفل وإذلاله هذا هو النوع الأول النوع الثاني لا يستجيب لغضبه فيلبي له ما يريد من أجل أن يهدأ الطفل يعني كل اللي يريده ينطهيه مثل يريد الموبايل ينطهيه وكل الأسلوبين خاطئين لماذا؟ لأن بالحقيقة التصرف الأول يعني لما ينقابل غضب الطفل بالغضب رح يجعل منا طفل يتصف بصفة الغضب والطريقة الوحيدة اللي يعرفها لحل المشاكل هي الغضب والضرب والصراخ وهذا رح يكون اسلوبه منذ الطفولة وإلى أن يكبر واحتمال كبير رح يمارسه مع زوجته وأولاده وأما الأسلوب الثاني يعني تنفيذ ما يريد من أجل يقاف غضبه هذا رح يخلق منا بالحقيقة طفل مدلل ما يتحمل المسؤولية وأيضا رح تترسخ في نفسه صفة الغضب ويعتبر هذا الغضب سلاح فعال يحقق بأهدافه يستخدمه في وقت الحاجة بل ويمارسه مع الآخرين لما يكبر لا فقط مع الأبوين يعني كل ما يريد شيء وما يحصل عليه فمباشرة ينفعل ويغضب ويرفع صوته وتصدر منه سلوكيات غير مهذبة وبالتالي رح يكون منبوذ من قبل ذويه ومن قبل المجتمع ولذا نرى مع شريط الأسف أكثر الزوجات تعاني من غضب وعصبية أزواجهم والسبب الرئيسي يرجع إلى التربية الخاطئة من قبل الوالدين وهكذا الحال مع غضب الزوجات على أولادهن وعلى أزواجهن حتى انتهت كثير من الحالات بالطلاق وضياع الأولاد وبالأخص في بلاد المهجر طبعا حيث تفرض عليهم قوانين منها سلب الأولاد من أهاليهم في حال التعامل مع الأولاد بغضب وعنف ولذا نرى من الضروري بالحقيقة تربية الأولاد منذ طفولتهم على الحلم على عدم الانفعال السيطرة على الغضب ونعلمه كيف يتعامل مع غضبه نأتي هنا ونقول ترى ما هي فوائد زرع قيمة الحلم عند أطفالنا وما هي قيمة أن نجعلهم يسيطرون على غضبهم هناك فوائد باختصار النقطة الأولى كما ترون في أشاشة هو ضبط النفس تمنح الطفل الثقة بنفسه لأنه سيكون هذا الطفل محبوب من قبل الآخرين الأمر الثاني سيساعد على أنجاز ما عليه من مهام بتركيز هذا جدا مهم والنقطة الثالثة سيقعين هذا الأمر على تحقيق أهداف مرجوة فسيحرز النجاح في شتى المجالات الآن نريد أن نجي إلى توجيهات تربوية لازم المربي أخذها بنظر الاعتبار كيف نتعامل مع غضب الأطفال هذه نقطة جدا مهمة هناك مجموعة نقاط لازم على المربي أن ينتبه إليها ويراعيها في كيفية التعامل مع غضب الأطفال فمن رد تتعامل مع النقطتين التي ذكرناها سابقا لأنها طريقة غير صحيحة إذن كيف نتعامل فتعالوا نتابع مثل هذه النقاط الأمر الأول هو تجاهل الغضب يعني شنو خاص إذا كان هدف من الغضب أن تستجيب أنت لمطلبه فأنت إذا تجاهلت غضبه رح يعني تأدي لرسالة أنا أستجيب لك فقط عندما تهدئ أما إذا استجابعت طفلك في وقت الغضب رح كأنما الرسالة التي توجهي هي أنت لما تغضب أنا أحقق لك كل ما تريده وهذا أمر جدا خطير إذن لازم تفهمون هذا شيء تجاهل الغضب هذه نقطة مهمة النقطة الثانية استبق الغضب يعني اتفق مع طفلة قبل لا تخرجون مثلا للسوق على بعض الأشياء مثلا الأب يأخذ ابنه أو الأم تأخذ ابنها تردون ترحون مثلا تسوقون تفرضوا تشترون مثلا ملابس من محل الملابس تقل إليه رح أشتري ملابس فقط ما رح نشتري أي لعبة لا تغضب إذا شفت أنت أي لعبة هذا الاتفاق طبعا رح يخلي ميض النقطة الثالثة وهو كوني قدوة في الهدوء أو المربي بشكل عام لازم أن يكون قدوة في الهدوء لازم يحرص على أن يتعامل مع مشاكل الطفل بهدوء ليتعلم الهدوء من المربي في حالة غضب أنا الأفضل أنزل لمستوى الطفل تكون عين بعين مثلا وأنظر إليه وأكلمه بهدوء وخبرة بأن هناك أكثر من طريقة يقدر يعبر بها عن مشاعر عن عدم رضا وأفضل طريقة ماما هي الحوار سولف ويايا مصراخ والعصبية وإذا شفتي الطفل غاضب فتعاملي معه بهدوء ولكن مو برفع الصوت وتذكرين بأن دائما بأن الطفل الغاضب هو مقليل أدب ولكنه فقط ماذا لا يجد التعبير عن مشاعره بطريقة صحيحة هذه نقطة النقطة المهمة الأخرى وهو أن الغضب يكون بطريقة بديلة يعني أسمح له بأن يفرغ عن مشاعر الغضب ما موجود فيه نفسه تنفيس عن طريق الفرض مثلا يضرب الوسادة طبعا يكون بالبداية أو تمزيق الورق أو ضرب المخدة أو أي تصرف آخر ما يسبب له وللآخرين الضرر لكن ما يسمح المربي بأن يفرغ هذا الطفل الغضب على الأخوة أو على أطفال آخرين بحجة تيابة هذا صغير وما يأذي النقطة الأخرى هي تشتيت الغضب يعني ألفة انتباه طفلك لما نشوف غضب لشيء آخر ما لا علاقة بالموضوع موضوع الغضب مثلا تشير إذا هو صغير مثلا عمره سنتين ثلاثة تشير اللمبة شوف اللمبة هكذا مثلا تقول له أو ماذا قال الأسد وتروز صورة أو صورة لعبة مثلا أو كان ماذا يتكلم الأسد يطلع صوت مثلا وان الماما يعني كأنما في لغة التنمية يسموها العصف الذهني حتى يشر الذهن ويقلل هذا من حدة الغضب النقطة الأخرى هو الصبر أن هذه نقطة جدا مهمة فنذكر بأن المشكلة ليست في الغضب بل في كفية التعبير عن الغضب فالغضب بالحقيقة هو سلوك فطري عند الإنسان والطفل كل ما كبره سوف يعبر عن مشاعره بطرق أكثر انضباطا فالصبر هو أحد الحلول لتجاوز هذه المشكلة فحتى أزرع هذه القيمة في نفوس أطفالنا لازم نستخدم أساليب تربوية متنوعة ورح نتكلم اليوم بما يصبح لنا الوقت المتبقي منه عن فقط أسلوب التربية بالموعظة والحوار والبقية وكله في الفاصل الآخر اللي يركز الأسلوب التربية بالحقيقة والحوار هذا أسلوب الأول اللي رح نتكلم عنه على الأسلوب الكلام والأقناع بالرفق واللين مثلا أشرح لطفلي بأنه تتفهم مشاعره ولا بد من أن يضبط نفسه أعلم أنك تحب هذه البرامج وتتحب تلعب بالموبايل لكن الآن وقت النوم مثلا اتهاشي وتكلمي بهدوء مو بالكلام والصريخ والتهديد هناك تمارين لهذا الأسلوب نذكر منها ما يدي التمرين الأول هو لعبة تخبرني كيف يجب أن يتصرف تلعبين مع طفلي شلعبة؟ أنا أذكر لك موقف ما وأنت تقول لي شو رح تتصرف مع هذا الموقف مثلا كيف يجب يعني يتصرف طفل كسر أحد الأصدقاء لعبته مثلا إجا طفل وكسر صديقك كسر لعبتك شو رح تتصرفه بالجحالة؟ الأم لازم يتعلمه على الحلم على السيطرة على الغضب وعدم الانفعال السريع وشون يتصرف مع هذا الطفل ويبين له أمور كثيرة يبين له كيف يجب أن يتصرف الطفل حينما يطلب من والدي فالطلب ولكنه أجاب الوالد بالرفض وما قبل على هذا الطلب كيف يتعامل؟ يتعامل بالصراخ والعويل والانفعال أم لازم يكلم بهدوء ولا ينفعل؟ هكذا أنا أعلم أولادي وأدربهم كيف يتعاملون مع السلوكيات إذن تستطيعون من خلال هذه اللعبة أن تمرنون الطفل على التصرف الصحيح على الحلم في المواقف اللي يتعرض في هذا الغضب وهذا التمرين جدا مهم فيزرع في نفس الطفل ويعلمه شون يطبق في حياة اليومية التمرين الآخر التمرين مثلا قصة القطة يحكي المربي قصة عن القطة والأفضل تعرضوه للقطة من النت أو من لعبة موجودة عدكم أو من ورق أو قطة حقيقية وتسؤلفون ويا بأن هذه القطة البزون لعبت مع أصحابها من الحيوانات وعندما غضبت خربشتهم واحد ولا آخر فافتعد عنها الجميع ولم تجد من يلعب معهم فحزينت وقالت لوالديها وعندما عرفت بأن الغضب هو السبب بعد لم تعد تغضب مرة ثانية وتعلمت القطة من والدتها بأنه لا تغضبين ويقدر المربي يستخدم تلك الكلمة حتى ذكر الطفل عند الغضب مع قول أن الله يحبنا إذا لم نغضب إذن أن أي قيمة تربوية حتى نزرح في نفوس أولادنا تحتاج أن ننوع في أساليب التربية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته